مرحبا أنا مناسي لاوي من منظمة شعوب غير ممثلة منظمة شعوب غير ممثلة متشكلة من 40 شعب هريتان ممثلين داخل هذه المنظمة من خلال منظمة إيرا ونحن اليوم موجودين أنا من طرف منظمة UMPO لنستمع لتقرير الدولي التي درست عن موريتانيا نحن الآن في مبنى فيلسون أو القصر فيلسون اللي هي مقار الرئيسي لمفوضية حقوق الإنسان في بداء من يوم 30 أبريل 1 مايو و2 مايو كان يتم مناقشة وضع الموريتاني وكيفية التعامل الحكومة الموريتانية مع قضايا العنصرية في يوم 30 أبريل سمح لمنظمات المجتمع المدني أن يقدموا تقاريرهم عن وضع الموجود في موريتانيا أظن بدورها منظمة إغاة وباقي المنظمات قدموا تقاريرهم عن الانتهاكات التي تمارس على جميع الأقليات موجودة في موريتانيا وبالأخص معاناة الشعب الحريتان في يوم الأول والثاني من مايو الحكومة الموريتانية قدمت تقريرها طبعا كمنظمة يون بيو نقول أنه لا يكفي على الحكومات أن يقوموا بتنظيم القوانين وتشيعات ولكن الأهم من ذلك هي التأكيد ومتابعة وتطبيق تلك القوانين لأن القوانين تبقى جميلة حبرا على الورق ولكن إذا لم تطبق فإذا الوضع لم تتغير وطبعا من الضروري جدا أن يبقى الحوار مفتوحا بين الشعب والحكومة وبين المنظمات المجتمع المدني والحكومة الموريتانية لمذي قدما لحل القضايا الأنصرية والعبودية في المجتمع الموريتاني شكرا عفوا 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 عفوا